الولادة في الماء هي واحدة تقنية اللي كانت مش حال هديوية الدار منذ سنة 1960 بالضبط وكان شي بولدان يبقى ويستعملوها وكان شي بولدان لي مهتموش بها برغم مع انها تقنية مهمة جدا وتتساعد المرأة انها تولد في واحد الظروف اللي ستكون مزيانة تتكون فيها مرتاحة ما تيكونش فيها الالم ما تيكونش فيها الاستخس هاد الطريقة الكنسيستاس كيكون واحد لباسان بحلقة سبيسيال تتكون في كما تلاحظو تمك درجة الحرارة اللي سنتحكمو فيها مهمة جدا تتلعب واحد دور كبير خاصة تكون مقاربة درجة الحرارة اللي تتكون في البطن ديال الام هذيك الحرارة تتلعب بزاف ديال الادوار اول دور هو ان المرأة تتشعر بواحد الارتخاء تتحيد الاستخاس ما تتكونش مخلوعة العضالات ديالها كلهم تيرتاخيو الدور الثاني هو انها تتساعد على ديراتها سنغابيد ادن الولادة ما تتكونش في واحد المدة طويلة ضغياتة تحل عنق الرحيم باش الولادة تتمر ومزيان اوصي البابة حيث من تيخرج تلك القراصة في المام ميليو اللي كان فيه في البطن ديال الام ديالو ادن مني تيخرج ما تيكونش لشوك تغميك تيخرج مرتاح تيخرج مني تيطلع تيت نفس مزيان ادن هذو هما لشوط بوزيتيف في الطريقة ديال الولادة بالنسبة للتامان تتراوح ما بين تلتالاف وستالاف درهم 30000 اسمي اللي غام هي بالطبع زيدة شوية على الولادة الطبيعية حيث تطلب اشياء اكثر من الولادة الطبيعية تطلب هذك باش نعقمو هذك المسباح شي مواد اللي تيكون مكلفة هذك المات تنزيدو في واحد المتاوى سبيسيال تيكون مكلف تتسهلك المات دو باش تنشدو درجات الحرارة تسبقة تابيسة دوران لترافاي كامل بالنسبة علاش من تلتالاف حساس التالاف على حسب لا ميوتويل واش الانسان عندو تغطية صحية واش عندو اسورانس اينا نوع ديال اسورانس حيث كانين وحدين تيغطيوا كثر من وحدين دونك هذو الاختلاف اللي تيكون بالنسبة لتامح اشتركوا في القناة